اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وان جعلنا فيه من المسددين اقوان وافعان امين اود اخواني اخواتي بداية ان ارحب بكم جميعا اعداء المقدس من سباق منهم ومن لاحق ونرحب ايضا بمن حضر من مسؤولي الجماعة اخوة واخوات وعلى رأسهم محمد العبادي حفظه الله وباقي الاخوة في مجلس ارشاد وعضاء هيئات الجماعة ومؤسساتها الذين حضروا لمتابعة اشغال هذه الدورة بارك الله بالجميع وتقبل من الجميع نحيي ونواسي كل من نالهم من الحكم الجائر نصيب من السجن او الاعتقال او غير ذلك من صنوف الاذاء والعدوان ونخص بالذكر من سمينا هذه الدورة باسمه الاخ عمر محب فرج الله عنه وازله ونعزله التواب ونحيي ونواسي ايضا كل الصامدين في وشي الطغيان اينما كانوا لا سيما في فلسطين الحبيبة وارض الكينانة من مصر العزيزة وسوريا الجريح وفي كل البلاد المبتلات بانظمة الجوري والطغيان نسأل الله ان يفرج عن امة الاسلام وان يمنع عليها بنصر المبين وفتح القارب امين ونحيي ايضا ونشكر كل الهيئات والمنظمات الحقوقية والشخصيات التي تدافع عن حقوق الانسان وكرامات الانسان دون ما تمييز وقد كان لعدل الاحسان وما تتعرض له وما يتعرض له اعضاؤها من حيث كان ذلك حاضرا في كثير من تقارير هذه المنظمات ونترحم بذوري ايضا نترحم على من صبقون بايمان عاما ومن صبقون الى الدار الاخر من الاخوة والاخوات ونخص بالذكر الامام المجدد والمجاهد الفنسيدي عبدالسلام يسين رحمه الله رحمة واسعة وجعله في أعلى علهين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أوليك رفيقا كما نسأل عز وجل أن يتغمض بمحمده كل الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الدين ونجدانا لحرية والعدل والكرامة في كل بلاد الإسلام آمين أيها الإخوة أيها الأخوات تنعقد هذه الدورة وقد مضى على ما يسمى بالربيع العربي ثلاث سنوات كانت البداية كما تعلمون جميعا من تونس ثم انتغلت الشهرات إلى بلاد غيرها فانهارت أنظمة واهتزت أخرى وعاد الأمل إلى الشعوب بدأ عقود من الأنين تحت أنظمة الفساد والجبر الأمل في الخروج من الهامش واسترجاع المبادرة المصادرة والكرامة المفقودة والعز التالت وقدر العالم أجمع حيوية رائعة وإبداعا في أساليب فتح المفسدين ومقاومة الظالمين مما جعل كثيرا من الخبراء المختصين يعيدون النظر في كثير المقولاتهم ونظرياتهم حول ما يسمونه تخرصا وتجنيا بالاستثناء العربي وخصوصي التقافة العربية والإسلامية التي يعتبرونها طربة خصبة وبيئة مناسبة لنشوء الاستبداد وتجدوره وكان الأشد وقعا فوجائية الأحداث التي لم تتوقعها مراكز البحث والرصد رغم ما معا من إمكانات هائلة وخبراء ومناهج يزعمون أنها دقيقة للدراسة والتحليل والتوقع مما حدا بأحد الكاذبين ليقول هازئا إن الخبراء هم آخر من يعلم إن الخبراء هم آخر من يعلم ثم يضيف قائلا لم نكن نعد الإسلام شيئا أو يمكن أن يأتي منه شيء حتى فاجأت الطورة الإيرانية وكنا لا نعد المجتمع أن هناك مجتمع مدني في العالم العربي والإسلامي ولا يمكن أن نتوقع منه أي شيء حتى فاجأنا منه الربيع العربي انتهى كلامه لا أريد أن أتوقف كثيرا عند هذا الحراك المبارك الذي انطلق قبل ثلاث سنوات وما اكتنفه وما أحاط به وما ترتب عليه فالتقرير السياسي سيتحدث عن شيء من ذلك لكن أريد أن أتحدث بإيجاز عن اتجاه النافذ في بعض الأوساط الأكاديمية والسياسية والإعلامية الذي يشكل الخلفية الثاريخية الفكرية لنزعة الاستئصال الثاوية في صفوف النخبة الحاكمة في بلادنا على ذلك يزيدنا وعيا بما يعترض هذه اليقظة المباركة وهذا الأمل المشرق لإحياء المائت كما يقول المرشد رحمه الله وإيقاد الوسنان وبناء المهدوم وجدل المنقود قبل ثلاث سنوات شاءت الأقدار الإلهية أن أكون خارج الوطن وأتيحت للفرصة لأتابعا كتب ما يكتب وما ينشر ويروج في الأوساط الأكاديمية والمؤتمرات حول ما يسمونه الإسلام السياسي كنت أعرف كما تعرفون أن هناك أناس يعادون الحركة الإسلامية تحت دراء عشدة لكني لم أكن أتصور أن الحقد الأسود قد ملغ مبلغا وبهذا الصورة الرهيبة على الحركة الإسلامية والعجيب والعجيب أنه يتذثر بذتار العلمية ويلبس شعار الموضوعية وينشر في مجلات ومواقع شهيرة أو في كتبين يقدم لها أسد تبارزون بل الأدهاء من كل ذلك أن يكون لذلك صدى وأثر لا تخطيه العين فيما يعترض هذه الصحوة المباركة أمل الأمة وأمل المستطعفين وأكتفي هنا لديق الوقت بالإستهاج بعض النماديش يقول أحدهم في تصنيف الحركة الإسلامية لقد تفاجئنا في هذا القرن يعني القرن العشرين بظهور الشيوعية والنازية والأصولية الإسلامية انتهى كلامه هكذا لا أدري كيف صح وضع الحركة الإسلامية جنب إلى جنب مع الشيوعية والنازية علم بأن الحركة الإسلامية ومنذ بروزها ويتعرض للقهر والحصار والملاحقة ولم تتسبب في حربين عالميتين راح ضحية أكثر مئة مليون قتيل يا كازين مئة مليون تقريبا وأكثر ولا كانت لها يد في مأساة هيريوشوما ونقزاكي ولا في النهب الرهيب الذي تعرضت له أثناء الاستعمار ولا تزال بلدان العالم التالي ولا سيما بلدان العرب العربي والإسلام ويقول آخر الإسلام أصولي كان أو غير أصول يتعارض مع النظام الديمقراطي عن نموذج غربي ومع حقوق الإنسان انتهى كلام ثم يخلص إلى أنه ينبغي هذا قوله ينبغي إخماد هذه الحركات في المهن ينبغي إخماد هذه الحركات في المهن وكأن هذه الخلاصة العدوانية لم تكفي آخر فا استفادة في الموضوع لينتهي إلى طرح خيارين اثنين الخيار الأول يتمثل في أن تعمل قوات الأمن أن تابعوا للكلام وراحاول ترجموه بما أمكن من دقة أن تعمل قوات الأمن على اعتقالي على اعتقالي أو قتلي هكذا أو قتلي أعداد واسعة من الأعضاء والقادة الإسلاميين دون أن تمنح لهم الفرصة ليصوروا أنفسهم شهداء أو ضحايا لقمع ظالم فهذا الخيار يؤكد هذا المحلل سيؤدي لا محالة إلى إضعاف هذه المنظمات يعني المنظمات الإسلامية هذا الخيار الأول أما الخيار الثاني فيتمثل في السماح لهذه المنظمات الإسلامية بالمشاركة في الانتخابات وإذا فازوا فيها فإنهم سرعان ما يكتشفون أن الوجود في المعارضة أهوى كثيرا من إدارة الحكم أو من حكم البلد بصورة فعالة وبالتالي قد يجدون أنفسهم مضطرين للقيام بتسويات على حساب مبادئهم لمعالجة بعض القضايا الشائكة وهذا الخيار في رأي هذا المحلل سيؤدي إلى القضاء المبرم على الإسلام أمسكوا بهذا الكلام وتأملوا ما يخاف إذن فالأمر يتوقف على السياسة المرجوة اتباعها فإذا كان الهدف هو إدعاف الحركات الإسلامية فالخيار الأول هو الذي يريد أن يتبع أي أن يتم اعتقال أو قتل أعداد كبيرة من الأعضاء والقادة الإسلامية دون أعطائهم هذا مهم ما نعطيهم لفرصة باش ما يتعاطفوش معهم الناس دون إعطائهم الفرصة لكي يعرف الناس أنهم ضحايا أو شهداء لممارسة ظالمة وأما إذا كان الهدف هو القضاء وعليم قضاء المبرام فإذا الخيار الثاني هو الأنسب بشرق 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 أن تتخذ الإجراءات الممكنة لكي لا تكون الانتخابات التي يفوزون فيها هي الأولى والأخيرة هي الأولى والأخيرة وكي يقولوا واحد قولة وان مان وان فوت وان طاين كي يخمزوا بواحد زعم الإسلامي راشر وغيره مرة واحدة وخلاص انتهى لا أكتمكم أني دهلت عند مقارة هذا الكلام وقد أعدت القراءة لهذا المقال مقال كبير أكثر لأتأكد من أنه بالفعل يعني ما يقول هكذا وبهذه الصراحة يتحدث صاحب هذا المقال وهي صراحة على كل حال أفضل أفضل من الخطاب الغامن والكلام المنافق الذي تحدث من المعسول من القول ويستبطن الأحقاد والضغائم رب قائل يقول هذه ربما هي أقوال شادة وأصحابها معزولين وبالتالي لا يمثلون شيء وبالتالي ينبغي الإعراض عنهم وعدم الاهتمام بهم ليت الأمر كان كذلك إذ التطرف موجود في كل التقافات والمجتمعات لكن الحقيقة أيها الأخوات وأيها الأخوات أن هذا يمثل طيارا قويا له تأثير كبير ومنهم ومن هؤلاء يمتح رواد الاستئصال في بلداننا وكما قلت قبل قليل تأملوا هذا الكلام وصعدوا البصر فيما يقع في بلادنا العربية والإسلامية لتروا صداء هذا الطيار الجهنمي الحاقي لكن للإنصاف لا بد سيديني المحمد العبادي قال لنا خسكوا تكونوا منصفين يعني وصانا للإنصاف لا بد من الإنشارة إلا أن هذا الاتجاه رغم قوتي لا يحظى بالقبول المطلق في الغرب فهناك أصوات كثيرة تنازعه وتنتقده انتقادا لازعا وتعتبر أراء صادم ومتطرفا ومع ذلك ومع ذلك يبقى هذا الطيار المعادل الإسلام والمسلمين هو الأعلى صوتا والأكثر ضججا والمفضل ولا غرابة لدى كثير من المتنفيدين في بلادنا العربية والإسلامية لا ينسى المقصود إخواني أخواتي هنا أن نهوه مما يويده المتربسون والحاقدون للإسلام وأهله ولكن المقصود وكما يقول الأستاذ المرشد رحمه الله تعالى أن نعرف العالم أن نعرف العالم هذا كلامه وإحداث التاريخ وسبب حركته والقوة المؤثر فيه كما هي لا كما يصور الضموح الجامح أو الأمل المكبوت أو اليأس اليائس انتهى كلامه فعلنا إذن أن نعرف أنه إذا كان هناك من يدعو إلى السلم والسلام ونحن منهم ويناصر المصدعفين ويناهل الطغاة والمسابدين فإن هناك أيضا من ينشر الأحقاد والضغائن ويتاجر بدماء الأبرياء ويدعم الفاسدين والمتسلطين وإذا كان هناك من يدعو إلى الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل ورعاية المصالح المشتركة وطراقي على ما يوفيد الإنسان ويحمي عالمه من الملوثات المادية والمعنوية فإن هناك أيضا من لا يؤمن إلا بالقوة والإكره وما يؤمن مصالحه وإن كانت على حساب المصالح الآخرين وأي كانت الأضرار التي يمكن أن أتلحق بهم من جراء ذلك فالمطلوب إذن أن نعرف وأن نميز ونتفادى التبصير المخيل والتعميم المشعف وينبغي أن لا يفت في عضل المؤمن السائر لموعود الله ورسوله هذا المخاض العسير الذي تجدازه الأمة علن أن نوقن إخواني أخواتي أن إرادة الله فوق الجميع وأنه سبحانه منجس وعده لا يخرف المعاد ولكن أكثر الناس لا يلموا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر